موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوية مجلس اللسان العربي بموريتانيا يفتتح مقره بن واكشوت وينظم ندوته المجمعية الأولى في نواكشوت مجلس الروسائي بالجمعية الوطنية في موريتانيا يقر عددا من مشاريع القوانين يوما بعد افتتاح الدورة الفرلمانية مجلس الأمن الدولي يبدي قلقه إزاء عودة أعمال العنف بين جماعات مسلحة مواقعة على اتفاق السلم في مالي أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية ناطق رسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد رمين الشيخ إن الوزارة لن تدخر جهدا في دعم كل ما من شأنه تمكين المجامع اللغوية من الاطلاع برسالتها باعتبارها سدنة لللسان العربي جاء تصريح الشيخ خلال إشرافه على افتتاح مقر مجلس اللسان العربي بنواكشوت وندوته المنظمة بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة وإننا في موريتانيا وانطلاقا من السياسة الثقافية التي ينتهجها البلد بتوجهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والعبد العزيز وبتنفيذ من حكومة معالي الوزير الأول السيد يحيو الحدمين لن نتدخر جهدا في دعم كل ما من شأنه أن يمكن هذه المجامع من تحقيق ومن الاطلاع برسالتها النبيلة باعتباركم أيها الإخوة سدنة لللسان العربي وإننا في هذا الإطار لا بد أن نقدر ونشكر الدور الذي يقوم به الدكتور صاحب السم الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في رعاية ودعب المجامع اللغوية ومن بينها مجلس اللسان العربي افتتح مجلس اللسان العربي بموريتانيا مقره في العاصمة نوكشوت وندوته المجمعية الأولى المنظمة بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة قد حضر الافتتاح رؤساء وأمناء عامون لعدد من المجامع اللغوية بالوطن العربي إضافة إلى حضور بعض الوزراء والباحثين لنا كل الشرف بأن تكونوا بيننا اليوم سفراء للضاد تشدون من أزرنا وتقفون معنا وتعلنون أنكم تعلقون آمالا جساما على هذه البلاد بلاد الشقيط موريتانيا وعلى دورها في خدمة هذه اللغة لنا الشرف كل الشرف بذلك وكم كنا نتمنى أن تقولوا بلسان الحال وقد قدمتم وكأنكم ما أتيتم تسلمون إلا تودعوا كم كنا نتمنى أن تقولوا بلسان الحال قدمنا على أن المقامة ذلاذة أو على أن المقامة لييلة بالتصغير فطاب لنا حتى أقمنا بها شهرا باسم مجلس اللسان العربي أرحب بكم أقدام غير ضائعة شكر الله سعيكم طبتم وطابم ومشاكم وأسأل الله لنا ولكم التوفيق قال رئيس اتحاد المجامع اللغوية والعلمية رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة مجمع اللغة العربية بالقاهرة الدكتور حسن الشافعي أن الثقافة تعلو فوق الأصول العرقية مضيفا خلال كلمة ألقاها أمام الندوة المجمعية الأولى لمجلس اللسان العربي بموريتانيا أن الجميع يشترك في خدمة الثقافة وصناعتها وتطويرها هذه الثقافة تعلو فوق هذه الأصول العرقية وكلهم جميعا سواء كانوا عربا أو أمازيقا أو أفارقا فإنهم يشتركون في خدمة هذه الثقافة وصناعتها وتطويرها وقلت ونأدخل هذا المكان إن ابن آج الروم فرضت ماهو على العالم كله وأصبحت الجرامر أو القواعد اللغوية تنسب إليه وهو أحد الأمازيقيين الكرام فخدمة اللغة العربية وخدمة الثقافة الإسلامية تعلو فوق ذلك مصداقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم سيد العربي العجل ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم إنما العربية الرسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي صلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن في العاصمة نواكشوت عن اختتام أعمال الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري المعني بسياسات الحوار المتوسطي وخرج الاجتماع بتوصيات منها التعاون من أجل محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود وثمن المشاركون في الاجتماع الشراكة بين موريتانيا ومنظمة حجب شمال الأطلسي وهي الشراكة التي مكنت من عقد الاجتماع في موريتانيا أقر مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية خلال اجتماع عقده عددا من مشاريع القوانين بينها مشروع قانون حول العلم الوطني وآخر يتضمن قانون المالية المعدل لميزانية الدولة خلال عام 2017 ويأتي اجتماع مجلس الرؤساء الجمعية الوطنية يوما بعد افتتاح الدورة البرلمانية الأولى للعام 2017-2018 والتي تعتبر أول دورة برلمانية بعد استفتاء الخامسي أغسطس تسلمت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي مساعدات قدمتها مبادرة صناع الحياة تتمثل في آلاف دفاتر والأقلام لصالح التلاميذ المنحدرين من أسر فقيرة وكانت هيئة الساحل قد أعلنت مؤخرا عن إحصاء أزيد من ألف تلميذ غير متعلمين ستتولى تعليمهم في مدارس عمومية وخصوصية في العاصمة واكشوط تفاصيل في هذا التقرير مبادرة صناع الحياة تقدم لهيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي بمناسبة افتتاح العام الدراسي 2017-2018 هدية تمثلت في أدوات مدرسية تضمنت 44 ألف دفتر وألف قلم إضافة إلى 150 محفظة يستفيد منها التلاميذ من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود أن نحقق انطلاقا من هذه الجهود غاية جديدة وهي النهوض بمسألة التعليم وأن لا يكون ذلك اعتمادا لا على الدولة ولا على منظمات أجنبية وإنما على جهود فردية ولكن من كافة المواطنين الموريتانيين كل في مستواه وكل في حدود طاقته وتقول مبادرة صناع الحياة إنها تسعى إلى خلق جيل متعلمين من خلال تشجيعي على تمدرسي ونشر التعليم في وساط مختلف شرائح المجتمع من عجل أن يظل متماسكا وذلك انطلاقا من ارتباط التعليم بتقدم الأمم والشعوب أما عن مبادرة صناع الحياة هي مبادرة شبابية يا رأس كيف ما قال رئيس الأخ مسألة وخيطرات هي مبادرة من الشباب في موريتاني وواحدين في الخارج ارتأت عنها عن الوضاع المزرية للبلد تطلب جهود جديدة ما هي جهود مألوفة على ساحل وبالتالي هذا النشاط المعدلة ساحل اليوم نشاط تتقاطع مع هذه المبادرة لدعم التعليم لأن التعليم هو ركز الأساسي المساعدة تركب والتقدم وبالتالي هذا النشاط المعدلة ساحل هو نشاط من الانشطة التي تبني المبادرة ويبقى التعليم هو شريان الحياة به تزدهر وتتقدم الدول وبفقدانه ينتشر الفقر والتخلف فعملية التنمية مبنية بالأساس على التعليم عبر مجلس الأمن الدولي في تقرير صادر عنه عن قلقه إزاء تجدد أعمال العنف بين بعض الجماعات المواقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي ودعى مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى دعم محاربة الإرهاب بما في ذلك تمويل القوة المشتركة الإفريقية المرتقى بنشرها على حدود الدول الأعضاء في مجموعة الساحل أجرى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جانيف لودريان مباحثات مع الرئيس النيجيري محمد إيسوفو بالعاصمة نيامح حول موضوعي الأمن والهجرة في منطقة الساحل وأتأتي زيارة لودريان بعد زيارة مماثلة الدهل يابيد جان وذلك بالتزامن مع استعداد مجموعة دول الساحل لنشر قوة إفريقية مشتركة على الحدود لمواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جانيف لودريان يجري مباحثات بالعاصمة نيامح مع رئيس النيجير محمد إيسوفو حول موضوع الأمن والهجرة في منطقة الساحل لودريان القدم إلى نيامح من العاصمة يابيد جان حيث تباحث مع الرئيس الإفواري ألسان وترا زار مبنى مركز القيادة للقوة المشتركة الإفريقية والذي ينتظر أن يتم تجهيزه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة إذ يفترض أن تنتهي الإشغال قبل نهاية أكتوبر الجاري ويفترض أيضا أن يعمل بالمركزي 35 ضابطا من مالي والنيجير وبركنافسو لقيادة بعض العمليات الإقليمية وقد زار وزير أوروبا والشؤون الخارجية مقر البحثة الأوروبية الخاصة بمكافحة تدفق اللاجئين والموجودة في النيجير منذ عامين وتتزامن زيارة لدريان لمنطقة الساحل مع استعداد مجموعة دول الساحل لنشر قوة مشتركة إفريقيا مكونة من 5000 جندي على الحدود لمواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات وهي القوة التي عبرت فرنسا عن السعي إلى دعمها بثمانية ملايين يورو وبعض المعدات وتجهيزات ويرتقب أن ينعقد في إطارها مؤتمر للمانحين الدوليين في السادس عشر من شهر دجامبر القادم 2017 بالعاصمة البلجيكية بروكسل وكان عدد من قادة مجموعة دول الساحل قد شاركوا مؤخرا في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للمم المتحدة وعقدوا اجتماعا على هامشها مع أمينها العام حول التحديات التي تواجه نشر القوة الإفريقية المشتركة وقد دعا الرئيس المالي إبراهيم ببكر كيطا الذي يتولى رئاسة دولية لمجموعة دول الساحل الدول الصادقة والمنظمات الدولية والأفريقية إلى المشاركة في متمر المانحين ومساعدة إفريقيا على مواجهة تحدياتها الأمنية دعا رئيس الوزراء الجزائري أحمد يحيى المجمع النفطية في البلاد سوناتراك إلى العودة لاستكشاف في واستغلال الغاز الصخري المتوقف منذ عام 2015 كان وزير طاقة الجزائري مصطفى قيطوني قد صرح بأن بلاده تدرس مراجعة قانون المحروقات الساري بالتركيز على الجانب الضريبي بهدف جذب المستثمرين لجانب نتابع التفاصيل في التقرير التالي طالب رئيس الوزراء الجزائري أحمد يحيى من المجمع النفطي سوناتراك العودة إلى استكشاف واستغلال الغاز الصخري المتوقف منذ مظاهرات معادية لهذا النشاط دفاعا عن البيئة بحسب ما نقلت الصحف الجزائرية الاثنين وقال أويحيا يتحتم على سوناتراك أن تواجه التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد وطالب أويحيا سوناتراك بالعودة إلى النشاط في الغاز الصخري المتوقف منذ العام 2015 إثنى مظاهرات كبيرة ضد حفر الآبار في الصحراء وأضاف إن الأمر لا يتعلق بمغامرة بل بالعكس من ذلك إن ذلك خيار يهدف إلى ضمان مستقبل البلاد في المجال الطاقوي وقال إن الحكومة الجزائرية تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما المحروقات الصخرية لأنه لدى البلاد قدرات كبيرة في هذا المجال يتحتم عليها خوض غيمارها وقال أويحيا نطمئن بأن شركة سوناتراك قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة كما يصور البعض من جهته كشف وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني أن بلاده تدرس مراجعة قانون المحروقات الساري بالتركيز على الجانب الضريبي بهدف جذب المستثمرين الأجانب ويخضع قانون المحروقات الجزائري حاليا لقانون يوليو 2006 الذي جاء عقب تعديل القانون السابق نيسان إبريل 2005 وتعاني الجزائر من هبوط حاد في الإرادات المالية ناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام 54% من منتصف 2014 إلى 56 دولار للبرميل بالمتوسط في الوقت الحالي وتبحث السلطات في البلاد عن تعزيز الإرادات المالية للخزينة لتعويض النقص الحاصل في هبوط أسعار النفط الخام فيما تعد الضرائب إحدى حلول زيادة الإرادات وتطبق الجزائر قاعدة في شراكة الأجنبية تقوم على أساس منح 51% للطرف الجزائري وتسع وأربعين بالمئة للجهة الأجنبية وهذا في كافة المشاريع وكافة القطاعات الاقتصادية خلفت عمليات اقتتال بمدينة صبرات الليبية مقتل خمسة مدنيين على الأقل وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة خلال الست والثلاثين ساعة الماضية هذا وتوصف مدينة صبرات التي تقع على بعد سبعين كيلومتر غربي العاصمة طرابلوس بأنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مركز لتهريب المهاجرين متابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي يتواصل القتال في مدينة صبرات الليبية مخلفا في الـ 24 ساعة الماضية وحدها مقتل خمسة مدنيين على الأقل وإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة ضمن عشرات الضحايا الذين سقطوا في قتال دار مؤخرا بمدينة صبرات الليبية والتوصف مدينة صبرات الليبية التي تقع على بعد سبعين كيلومتر غربي العاصمة طرابلوس بأنها تحولت في السنوات الأخيرة لمركز لتهريب المهاجرين وذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان لها أن مستشفى صبرات الجامعي تعرض للقصف مرتين مما أدى إلى توقف العمل في وحدتين الطوارئ والجراحة ودارت الاشتباكات بين كتيبة أنس الدباشي وهي جماعة مسلحة قوية كانت تعرف في السابق بالتهريب المهاجرين وغرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة الإسلامية التي تشكلت في العام الماضي لطرد المقاتلين الإسلاميين من صبرات اندلع القتال عندما قتل عضو من كتيبة الدباشي بالرصاص عند نقطة تفتيش لكن قائد الكتيبة قال أن السبب الأساسي هو تحرك الجماعة لوقف إبحار قوارب المهاجرين إلى إيطاليا بعد اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس والجانبان على صلة بحكومة الوفاق الوطني وقال الاثنين أنهما ملتزمان بوقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوفاق وأدى القتال إلى مخاوف من تصعيد أوسع بعد أن قال الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق ليبيا أنه يدعم غرفة العمليات والجيش الوطني الليبي تحالف منظمات عسكرية موالية للقائد العسكري اللواء المتقائد خليفة حفتر المناوئ لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا وكانت وزارة الصحة قد أكدت في طرابلس الجمعة أن 26 شخصا على الأقل بينهم مقاتلون لقوا حتفهم وأصيب 170 آخرون في القتال الذي دام نحو أسبوعين دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال الصهيوني وقال الناطق باسم الحركة فوز برهوم في تصريحات له أن الرد على الاحتلال سيكون من خلال المزيد من الوحدة والانسجام والتلاحم وأكد برهوم أن الاحتلال يعتبر الخاسر الأكبر من المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مصدر قوة للشعب الفلسطيني التفاصيل في هذا التقرير طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الكيان الصهوني تكون محل إجماع لكافة مكونات الشعب وقال الناطق باسم الحركة فوز برهوم في تصريحات أدلابها اليوم إن الرد الأقوى على جرائم الاحتلال الصهوني سيكون بمزيد من الوحدة والترابط والإسراء في ترتيب البيت الداخلي الفلسطينية واعتبر برهوم أن الاحتلال الصهوني هو المتضرر الأكبر من الوحدة والمصالحة لأنهما مصدر قوة للشعب الذي أراد له أن يبقى منقسم وتأتي تصريحة برهوم في وقت حدد فيه رئيس الكيان الصهوني بن يامنة نيوهو شروطه لقبول المصالحة الفلسطينية بين غزة ورام الله التي اتسارعت خطواتها خلال أيام الماضية والتي كان آخرها اجتماع الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء في غزة عقبت تسلم صلاحياتها بالقطاع بموجب تفاهمات المصالحة بين فتح وحماس التي تمت برعاية مصرية واعتبر نتنياهو في تصريحاته أنه لا قابل من المصالحة بين حماس وفتح ما لم يتم الاعترافه بالكيان وحل الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس وقطع العلاقات معه من جانبه أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية في تصريحة ندرابها اليوم عقب استقباله وفدا من المخابرات المصرية أكد على أن الانقسام أصبح خلف ظهر الفلسطينيين وأنهم في حماس ماضون في المصالح مهما كانت ثمن وأن كل القضايا ستتم معالجتها مهما كانت صعبة وفي معرض رده على أسئلة الأحد الصحفي المصريين قال هنية إن حماس مستعدة لوضع استراتيجية مع حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية لاتفاق على كيفية إدارة السلاح وقرار المقاومة وتحديد متان قاوم ومتان صعيد من المقاومة أما سلاح الأجهزة الأمينية فهو موحد ويجب أن يخضع لسيطرة الدولة وأضاف هنية لذلك فنحن نريد حكومة تبسط نهودها على الضفة الغربية وقطاع غزة وتمارس عملها دون تدفع نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها مجلس اللسان العربي بموريتانيا يفتتح مقره بن وكشوت وينظم ندوته المجمعية الأولى في النواكشوت مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية في موريتانيا يقر عددا من مشاريع القوانين يوما بعد افتتاح الدورة البرلمانية مجلس الأمن الدولي يبدي قلقه إزاء عودة أعمال العنف بين جماعات مسلحة موقعة على اتفاق السلم في مالي يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النسرة وغيرها من نسرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة السادسة والنصف تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد وتناقش موضوع برلمان الغرفة الواحدة في موريتانيا ومستقبل المشهد السياسي في البلاد في التاسعة نسرة إخبارية مفصلة بحول الله دمتم في أمان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة